سلام العبادي بداية أهلا بك إذن عقدتم مؤتمرا اليوم لعرض الأدلة بشانية التزوير واستندتم فيه على تقرير الشركة الألمانية الفاحصة ماذا تنتظرون من المحكمة الاتحادية؟ هل تتوقعون مثلا إجراءات قد تغير المشهد الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أخي الفاضل وليقناتكم الكريم ومشاهديكم الكرام نحن منذ اليوم الأول لعملية الاعتراض على نتاج الانتخابات ومنذ اليوم الأول لنزول الجماهير إلى الشارع والاعتصام قرب بوابات الخضراء كان الهدف الأساس والمطلب الأساس هو كشف الحقاق وليس كما يسوق البعض مسألة أنه البحث عن مقاعد أو مناصب القضية كان لدينا معطيات ولدينا أدلة وليس دعاءات أو تحليلات على وجود حجم كبير من التزوير والتدليس والتلاعب والفبركة التي حصلت في نتاج الانتخابات وما أفرزتها العملية الانتخابية التي قادتها المفوضية بين هلالين الغير مهنية في إدارة الملف الانتخابي بالتالي هذه الأدلة والمعطيات بعد اليأس من عدم استجابة المفوضية وعدم جديتها في التعاطي مع هذه الأدلة تم التوجه إلى الادعاء العام والمحكمة الاتحادية في تقديمها بشكل رسمي وقانوني الذي صدر خلال هذه الفترة وما بينته الشركة الألمانية الشركة هنسولدت الشركة الألمانية الفاحصة المتخصصة في هذا الإطار أيد بشكل كبير وبين بشكل كبير حجم التلاعب والتزوير اللي حصل في نتاج الانتخابات وأيد ما تم تقديمها إلى المحكمة الاتحادية بالتالي احنا أمننا كبير بالمحكمة الاتحادية وما محود عنها وتاريخ المشرف أن تقول كلمة الفصل وتقول قولتها وتنصف الذين ظلموا في هذه النتاج الانتخابات الأخيرة وترجع الحق إلى أهله ما قدمت الشركة الألمانية الفاحصة شركة هنسولدت يعني بالمناسبة هو التوضيح لجميع المشاهدين حتى يكونون على بينا هذه الشركة لم تأتي عبثا البرلمان العراق السابق حينما كان هناك تخوف عنده كبير من مسألة تحويل الانتخابات إلى الألكترونية بحتها وأجهزة تسريع النتائج وغيرها باعتبار دول عظمى مثل أمريكا وغيرها لحد الآن التحقيقات طائمة حول هجوء عمليات تلاعب حصلت في نتاج الانتخابات كيف بالك بالعراق بالتالي تم الاتفاق مع المفوضية والأمم المتحدة أن تكون هناك شركة من خارج العراق دولية متخصصة يعني هذه جابتها الأمم المتحدة ووفقت عليها مفوضية الانتخابات بالتالي التقرير الذي قدمه ملزم باعتباره خصصي وكان الأولى والأجهزة يعني هذا التقرير يقدم إلى مجلس النواب وليس تحتفظ به مفوضية الانتخابات التي كتبت علي سري للغاية واحتفظت به مع العلم أنه بعض أجزاء هذا التقرير قدمت إلى المفوضية قبل انحلال البرلمان للعراق السابق وهاي وحدها هي آخر قدستوري طيب لكن يعني بعد عرض هذه الأدلة واستنادا إلى تقرير الشركة الألمانية هل تأملون أو تتوقعون فعلا تغيرات في المشهد الحالي؟ يعني احنا الهدف الأساس مثل ما أسلمت لك أخي الفاضل أنه نثبت صوابية مبدأنا وما ذهبنا إليه أنه هناك عملية تزوير كبيرة وحقيقية حصلت في نتاج الانتخابات عملية إدارة فبركة إدارة فبركة لنتاج الانتخابات حصلت في نتاج الانتخابات الأخيرة بالتالي ما سيقرأ القضاء العراق العادل نحن نحتكم إلى القضاء ونقبل ما يقوله هذا في تبيان في دليل واضح من عندنا أننا طلاب حقيقة وليس طلاب أمر آخر نتقبل ما يقول القضاء العراق طيب سيد سالم أيضا تتضارب التفسيرات وأيضا التحليلات لموقف قوى الإطار وتحالف الفتح من المرحلة الحالية بعضهم يقول أن جلوس الإطار مع صدر قبوله بالنتاج وما عزز طبعا هذه الفكرة حديث بعض المصادر حول تخويل الإطار لجنة للتفاوض مع الأحزاب السنية والكردية كيف تعلق على ذلك؟ يعني أنا استمعت تقريركم قبل قليل يعني ليس كل المعلومات دقيقة يعني فيما يتعلق باللقاء اللي حصل في بيت سيد العامري كان الهدف الأساسي منه مجرد تذويب وتكسر الجليد الحاصل بين الفرقاء السياسي والزعامات السياسية داخل البيت الشيعي محاولة يعني تقريب وجهات النظر بسبب التشكيض السياسي الذي حصل داخل البيت الشيعي بسبب نتاج الانتخابات الهزلية الأخيرة كانت هذا الهدف الأساسي منه تم التكلم حتى أثناء الحوار واللقاء اللي حصل طبعا هو مو اجتماع وإنما اللقاء كان تناول قضايا عامة لم يدخل في القضايا التفصيلية والمأمول من بعد هذا اللقاء المأمول وحسب ما وصلنا أنه ستكون جلسات أخرى ستشكل لجان حوارية أخرى تفاوضية من أجل البحث في التقاط العالقة لكن اللقاء وحده غير كاف طيب واضح على الكلام سيد سالم أيضا يعني لو افترضنا يعني بأن النتاج ماضية باتجاه المصادقة على النتاج الحالية هل ستقبلون بما حصلتم؟ ما هي خطواتكم المقبلة؟ يعني مثل ما أسلمت لك نحن لدينا ثقة عالية بالقضاء العراقي وما سيقرر سنقبل به بالتأكيد في تأكيد مننا أننا أحرص من غيرنا على المصلحة العليا للبلد هذه النقطة رصة امتهين منها وحتى لو لدينا تحرك آخر وكما يقال لكل حاجة حديث تحركنا أيضا يبقى في الأطر الدستورية والقانونية ولا نخرج عن القانون هاي مسلمين به بالنسبة للاعتصامات ستبقى هذه الاعتصامات والتظاهرات إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بنتاج الانتخابات ولا يوجد أي انسحاب كل أو تدريجي من ساحات الاعتصام نعم مسؤول المكتب السياسي لحركة صادقون سالم العبادي كنت معنا من كربلا عبر سكايب شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا